برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد رئيس المركز الأردني لبحوث التعايش الديني عبر صفحة فضائية نورسات فيسبوك استضاف في حلقة هذا الأسبوع المحامي الأستاذ يعقوب الفار المتخصص بالقضايا الكنسية أمام المحاكم الأردنية للحديث حول التشريعات الخاصة بقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في الأردني والوطن العربي حيث أجاب الضيف عن مسائل هامة يعنى بها رعاية الكنائس المحلية كالزواج والطلاق والميراث خاصة وأن الإطارة الاجتماعية الحالي لم يعد متوافقا مع القوانين القديمة المتبعة في البلاد منذ العهد العثماني وهي قضايا كانت على وجه الخصوص تلحق الظلمة بالمرأة ولا تتاويها بالرجل كحصتها في الميراث وخلصت الندوة إلى ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بما تتوافق عليه الكنائس المحلية في المملكة أبونا أنت وضعت يدك على جرح عميق وعميق جدا لدى الأسرة المسيحية في الأردن نعم فيما يتعلق بمسألة الأرض الأسرة المسيحية تنادي ومنذ زمن بعيد بأن يكون هناك قانون أرض واحد للمسيحيين الأسرة المسيحية تطالب بأن يكون لها قانون يعني بعض الأصوات تقول بأنه قانون الأرض الساري المفعول فيه إجحاف فيما يتعلق بالعائلة المسيحية من حيث توريث البنت نعم من حيث عدم وجود وارد ذكر في الأسرة نعم من حيث بعدة جوانب نعم لذلك أنا وجدت بأن نظام الأرض وإن كان مستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية نعم على مر العصور هو أصبح نظام اجتماعي نعم بطل نظام دين نعم يعني صار المجتمع الأردو صحيح المسيحي والمسلم بتحدث عندما تحدث بالأرض بتحدث البنت إلى نص الدك نفس اللغة نعم نفس اللغة الذكر مثل حق الألثيين يعني هذه صارت معروفة لدى الأسرة المسيحية نعم نعم مع ذلك هناك أصوات تنادي بأن يكون هناك نظام أرض الآن سألتني أبونا أنه وين المصدر شو اللي بلزمني أنا كمسيحي أني أتبع بالأرض الإسلام أنا بلزمني القانون المادة 1886 من قانون المدني بتنص بأنه تسريع على الأردنيين أحكام التركات المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية على الأردنية نعم قال تسريع على المسلمين من الأردنيين نعم وجاءت محكمة التمييز وقالت الأردنيون تعني الأردنيين جميعاً مسلمين ومسيحيين فإذن التشريع الإسلامي فيما يتعلق بالتركات يستند إلى أحكام القانون المدني الآن الدولة وأنا أقول لأنه سمعتها من كثير من المسؤولين والطوائف المسيحية تحظى برعاية خاصة من الدولة ومن الهاشميين بالذات منذ نشأة المملكة الطوائف المسيحية فعلاً تحظى برعاية خاصة ما بتعارض أن يكون للمسيحيين قانون إرث لكن شريطة أن يكون قانون واحد لجميع الطوائف مش كل طائفة قانونها أن يكون هناك تشريع إرث واحد يسري بحق جميع المسيحيين في الأردن ما بتعارض حرين أنتم بتكون قانون تريكات للمسيحية ما عندنا مانع عملنا بتكليف من سيادة بطرك الروم الأورتودوكس بالقدس لوضع قانون إرث للكنيسة الأورتودوكسية وكان إلي الشرف أكون أحد الأعضاء اللجنة أنا ومجموعة من زملائنا للمحامين وضعنا القانون وهذا القانون تم إنجازه وأرسل إلى القدس والقدس قامت بترجمته إلى اللغة اليونانية وتمت الترجمة وجرى تنصيق اجتمعت مع أحد أساتذة القانون في حضر من أثناء وناقشنا نصوص هذا القانون نعم واقتنع بنصوص اللي إحنا وضعناها بما يتناسب مع حاداتنا وتقاليدنا شو أبرز ملامح؟ ملامح هذا القانون المساواة المساواة في توزيع التركة والأرض بين الذكر والأنثى هذا أهم شيء أنا عندي بنت ولد نصيب البنت مثل نصيب الولد نعم الزوجة لها نصيبها مثل نصيب الولد لا بل أزد شوي الزوجة يعني الأرملة والأرملة كذلك الأرملة نصيبها من زوجة من تركة زوجة هذا التقسيم في النظام التركات المستمد من الشريعة الإسلامية بختلف نعم الزوجة لها الثمن لها الربع في حال عدم وجود وارد نعم اللي تذكر مثل حضر الأنتين نتنم تفضلت فيها قواعد كتير واسعة نعم بتوزيع التركات الآن إحنا كنا واضحين نعم بعدين رجل متزوج ما عندهش ولاد عنده بنات ما بروح أدور على ابن ابن عمه إذا ما فيش أقرب ذكر إلو حتى نعم لا هذا موجود عنده بنات بتورد بتأخذ التركة عنده زوجة بتأخذ التركة يعني فيه مساوى فيه حدالي هذا شيء شيء آخر كمان توسعنا قليلا في موضوع الوصية كذلك نعم 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 نحنا فيما تعلق بوضوع الوصية نعم نخضع في أحكام الوصية للشريعة الإسلامية بموجب نصر لا وصية ليوارف نعم نعم الآن توسعنا فيه يعني إحنا ما خرجنا عن الإطار العام للوصية مش تغيير دراماتيكي يعني بل مش تغيير جوهري لكن اعطينا يعني صارت الوصية الآن أنتم اقترحتوا الوصية نعم بصورة أوسع من ما هي نعم نعم عطينا حرية للشخص بأن يتصرف به أمواله حال حياته لأنه هذا التصرف موجب القانون المدني إذا كان التصرف مضافا إلى ما بعد الموت فهو باطل نعم يعني أنا بقول بعد ما أموت بدي البيت الواقع في شمساني يأخذه ابن فلان وعبدون ابن فلان هذا باطل باطل في ظل القانون قام إحنا توسعنا فيها ونرجو الله كذلك بأنه هذه التشريعات أنه تخرج إلى حية سبيلتها هاي المسودة يعني غير غير قانون والأحوال الشخصية هاي المسودة عرضتوها قدمتوها لصاحب الغبطة بطريارك القدس بطريارك الروم الأرثوديكس من الجهات الثانية كنسية ثانية مهتمة يا سيدي الكنائس الأخرى جميعها عندها إشارة أنه توحدوا في قانون الأرض من الدولة توحدوا في قانون الأرض فالكنيسة اللاتينية بتشتغل على قانون الأرض الآن نعم وأعتقد أنهم أنجزوا والكنيسة الكنيسة اللاتينية أنا سؤلت في هذا الموضوع وأشرت لهم أنه إحنا عملنا قانون كلجنة وتعبنا فيه على فترات وجاهز هذا القانون قدوه يعني ما فيه اختلاف بالعقيدة أبونا أنا لما بضع قانون ما بمس العقيدة الأرثوديكسية والعقيدة اللاتينية وكذا قانون إرث مستمد من مجتمعنا مستمد من حاجاتنا الاجتماعية إحنا بحاجة إلى قانون مستمد من حاجاتنا مستمد من حاجاتنا الاجتماعية إحنا بحاجة إلى قانون الأرثوديكس والكاتوليك واللاتين فهذه القوانين نرجو الله نرجو الله أنه من هون لآخر السنة تكون جاهزة في الأردن تتطبق في الأردن